موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذين نطالع فيه أهم وأبرز مقالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من المواقع الإلكترونية حيث نبدأ من موقع يمن مونيتشر والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان فرنسية من أصل تونسي مخطوفة في اليمن تطالب إطلاق سراحها في فيديو ويقول الموقع ظهرت نوران حواس الرهينة الفرنسية التونسية التي اختطفت في ديسمبر 2015 بصنعاء العاصمة اليمنية ونشدت الرئيسين اليمني والفرنسي لمساعدتها وإطلاق سراحها وأضاف الموقع أن حواس لم تشر لموقعها ولا لهوية خاطفيها ومطالبهم ومن العنوين أيضا تفاهمات السعودية مع الحركة الحوثية تداعيات محتملة وعنوان آخر عوز غذائي في جبهات القتال يدفع الحوثي لتقسيم صنعاء لمربعات إغاثية إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء في عنوينه مواجهات بين الحوثيين والمقاومة على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب كما عنوان الموقع مقتل قياديين حوثيين في كمين للمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وعنوان آخر قتيل وجريح في قصف وهجوم للحوثيين على مواقع الجيش والمقاومة بمأرب ونهم وجاء في التفاصيل سقط قتيل وعدد من الجرح في استمرار خرق الحوثيين للهدنة بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء وقالت مصادر محلية إن قتيلا وعددا من الجرح سقطوا في قصف لميليشيا الحوثي وقوات صالح على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال على الحدود بين مأرب وصنعاء وذكر المصدر أن قصفا وقنصا من الميليشيا استهدف مواقع المقاومة والجيش في جبهة المخدرة والمشجح بالتزامن مع هجوم على مواقع في جبل هيلان تلغيم الجهاز الإداري لليمن تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في يمن مونيتر وقال الكاتب لعل التغول الأكثر خطورة على الدولة اليمنية ومستقبلها هو تجند أكثر من ستين ألفا بالجيش والأمن وفق الأرقام المعلنة عنهم ما يجعلنا أمام جيش ميليشيا داخل الدولة في هذه الحالة ستكون أية تسوية سياسية غير ناجحة ما لم تعالج هذه القضية برفض قبول كل هؤلاء المجندين وإلا لا قيمة عملية لانسحابهم من المحافظات وتسليمهم المستبعد السلاح الحوثيين استبقوا الوصول لأية تسوية سلمية للحرب بتمكن أنفسهم من منفصل الدولة وفي مقدمتها قوة الجيش والأمن وهم الآن يتحدثون عن جيش وأمن النظاميين يفترض أن يستلم مقاليد الأمور بعد الانسحاب عمليا لن يكون هناك انسحاب ذلك إن عناصرهم موجودون في الجيش والأمن وهي القوات التي ستكون شركة في حماية المنشآت الحكومية وتولي زمام الأمن على الأرض وبالتالي فإن سلاحهم المفترض نزعه أصبح جزءا من القوات النظامية الرسمية لقد استخدم الحوثيون سلاح الوظيفة في حربهم ضد اليمنيين وبات كل معارض لهم عرضة للإقصاء والإقالة وتوقيف الراتب حتى أدى إلى زيادة عدد العاطلين وتوسيع رقعة الفقراء في البلد ومن اللحظة الأولى وجد موظفون ومسؤولون أنفسهم خارج الوظيفة بتهم سخيفة منها العمالة لما يسمونه العدوان والبعض الآخر اضطر لترك عمله خوفا من الاختطاف بعد تلقيه سيلا من التهديدات والملاحقات الأمنية الوضع الاقتصادي يزداد سوءا مع توقف كل الأنشطة والمصانع والشركات وفي ظل انسداد أفق الحل السياسي الذي يبدو أنه لا زال بعيدا ونذهب إلى موقع الاشتراك نت ونطالع في صفحته الرئيسية مواجهات وتبادل قصف مدفعي بشبوى والميليشيا تقصف عسيلان ويقول الموقع نقلا عن مصادر محلية قصفا عنيفا بالمدفعية دار بين قوات اللواء 21 المسنود بالمقاومة مع ميليشيات صالح والحثي من مواقع تمركزهما باتجاه منطقة الصفراء بمديرية بيحان وأوضحت المصادر أن اللواء التاسع عشر والمقاومة شن قصفا عنيفا على مواقع تمركز الميليشيا بجبل حيد بن عقيل والخضير ومنطقة السليم وعبينا بمديرية عسيلان كما عنوان الموقع مجهولون يستهدفون منزل محافظ الضالع بقضيفة RBG إلى موقع نيوز يمن والذي عنوان في صفحته الرئيسية لجنة التهديئة توجه رسالة للمبعوث الأممي بشأن انتهاء مهلة رفع التقرير الخاص بمعسكر العمالقة ويقول الموقع وجهت لجنة التهديئة رسالة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بخصوص انتهاء مهلة 72 ساعة التي حددتها الأمم المتحدة في قضية معسكر العمالقة دون تقديم أي تقرير من الميدان وقالت اللجنة في رسالتها إن التأخير غير مقبول وقدمت مقترحا بإرسال لجنتين ميدانيتين الأولى إلى مدينة تعز والثانية إلى معسكر العمالقة لمطالعة الوضع في الواقع بأسرع وقت ممكن وبتنسيق وإشراف الأمم المتحدة يتابع الموقع تم إلغاء اجتماع مشترك كان مقررا للجنة إطلاق صراح المختطفين والسجناء السياسيين والأسرع ومن عنوين الموقع روسيا تشيد بدور دولة الكويت في تحقيق التسوية السياسية في اليمن إلى موقع الموقع الذي تابع العديد من العناوين والأخبار ونبدأ بخبر واحدة من أهم المنشآت التي دمرتها الميليشيا في تعز الموقع يزور جامعة تعز بعد تحريرها ويطلع على حجم الدمار الذي طالها ويصف الموقع ما حدث للجامعة دمار شامل بكل المقاييس هذا وكل ما استطاعت أن تفعله الميليشيا فكبر الجامعة واتساعها مانحهم الكثير من الخراب الذي تحبه وتعشقه تلك الميليشيا وتنقل الجامعة عن عميد كلية العلوم الدكتور خالد الوصابي ممكن أن نصف ما جرى في جامعة تعز باختصار بكلمة واحدة زلزال مدمر حل بمدينة تعز وبجامعة تعز بدرجة رئيسية عبة لا يمكن وصفه وأضاف الوصابي لا نستطيع أن نصف حجم الخراب والدمار الذي حل بجامعة تعز نتيجة دخول الميليشيا الحوتي وصالح هذا الصرح العلمي الذي هو قبلة للجميع وعن الوثائق التي تخص الطلاب ينقل الموقع عن غازي عبدالواحد الشوافي مدير عام بجامعة تعز أن ميليشيا الحوتي وصالح قامت بتفجير خزنة الجامعة التي فيها نتائج الطلاب معتقدين أن داخلها أموال وبعد أن وجدوا نتائج الطلاب قاموا بإحراقها حين تكون كلفة السلام أكبر من كلفة الحرب تحت هذا العنوان كتب محمد عمراني مقاله المنشور في المصدر أونلاين في أحيان كثيرة تكون كلفة السلام أكبر بكثير من كلفة الحرب خاصة عندما يكون السلام هشا فهشاشة السلام تجعله واحدة من جولات الحرب هذه ليست دعوة للحرب بل دعوة لأن يكون السلام متينا بحيث يمنع عودة الحرب ترددها نبال في دخول روما وكان قادرا عليها وكان ثمن هذا التردد سقوط قرطاج كل اليمنيين ينشدون السلام لكن السلام يجب أن يمنح معه الحرية والعدالة والحقوق وإلا فإنه سيكون سلاما مشوها لا يقبله سوى العبيد كل اليمنيين ينشدون السلام مع ذا أولئك الذين قدموا حين غفلت الزمن وفتحت لهم الدولة أرصدتها بغير حق وأقاموا السوق السوداء في كل المدن واستغلوا حاجة الناس بالقهر والقوة الباطشة هؤلاء لا يمكن أن يقبلوا بسلام الحرمان هذا السلام الذي سيسلبهم القوة المسروقة ويمنعهم نهب المال العام ويجبرهم على المساواة مع اليمنيين ويعيد الحقوق إلى أهلها سيكون بالنسبة لهم سلاما مرفوضا كلنا ننادي بالسلام لكن يد العدالة يجب أن تطال المجرمين وذلك هو المبدأ الأول لصناعة أي سلام وإلى موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية محامية بريطانية من أصول يمنية جنوبية تنتزع مقعدا في انتخابات المجالس البلدية ببريطانيا وعنوان آخر لجنة الوساطة الأهلية بزنجبار تتسلم المرافق والمؤسسات الحكومية وتقول التفاصيل بدأت لجنة الوساطة الأهلية بزنجبار باستلام مبالي المرافق والمؤسسات والمقار الحكومية والأمنية في زنجبار عاصمة محافظة أبيان منذ يوم الخميس الماضي وما زالت عملية التسليم جارية ويتابع الموقع وقد سلمت إدارة محور أبيان لمحمد صفر أحد قيادات المحور وعدو لجنة الوساطة كما سلمت إدارة الزراعة ومبنى محكمة الاستئناف لخالد إبراهيم وعلي القعيطي عضوي لجنة الوساطة وسلمت إدارة الأمن العام للعقيد سالم الحامد مدير أمن زنجبار ويضيف الموقع ستستمر عملية التسليم حتى اكتمال تسليم جميع المرافق للسلطة المحلية الأسبوع القادم لبدء عملية استعادة المرافق والمؤسسات وعودة الحياة العامة وتطبيع الأوضاع في عاصمة المحافظة زنجبار ومدينة خنفر وقالت مصادر مقربة أن محافظة أبيان الخضر السعيدي وجه مدراء المرافق والمؤسسات الحكومية بترتيب حراسات في مرافقهم حتى عودة المواطفين وبدء العمل الأحد القادم قبل مطالعة أهم مقالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونستحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي أجرت مقابلة مع عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد والذي قال فيها أن القرار 2216 يعد خارطة طريق شاملة ومفصلة وواضحة الدقة ابتداء من ديباجته وحتى آخر فقرة فيه مؤكدا أن من يخرج عن هذا القرار أو يرفض تنفيذه بعد أن أعلن رسميا الالتزام به فإن الطرف الذي يتخذ الموقف الخطأ وقال غالب عن وجهة نظر الحزب للمرحلة القادمة ما نتوقعه ونأمله لبلادنا هو استعادة الدولة وبسط نفودها على كامل التراب اليمني بحسب المرجعيات المعروفة ثم إقامة الشراكة الوطنية الشاملة لكل الأطراف السياسية والشعبية بدءا بمناقشة الدستور من قبل الهيئة الوطنية وأضاف أنه من المعيب إقامة أقاليم تكون قوة السلاح فيها أضعافا مضاعفا لما تملكه الدولة الاتحادية والاشتراكية منذ نشأتها وحتى اليوم معروف عنها أنه لا تطير إلا بجناحين جنوبي وشمالي ولهذا فإنه حريص كل الحرص على أرض اليمن من أقصاه إلى أقصاه مع الإشارة إلى أنه يولي أهمية بالغة لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل وعن المخاطر التي يتوقعها قال غالب أن الحوثيين يتحملون مسؤولية حماية المقار وقيادات وكوادر وأعضاء الحزب الاشتراكي في العاصمة ولو تعرض المقار للاقتحام أو تعرضنا كقيادات وكوادر وأعضاء للحزب في صنعاء لأية مخاطر أو استهدافات حتى وإن كان منفذوها يرتدون ملابس القاعدة السوداء أو علم الحزب الاشتراكي بنجمته الحمراء فالمسؤولية والتهمة لن تكون إلا على الإخوة جماعة أنصار الله الحوثية الممسكين بتلابيب السلطة في صنعاء وأعوانهم إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي تابعت تطورات المشاورات وقالت مشاورات الكويت تتجه لإطلاق المعتقلين وإشادة الروسية بالكويت وتقول الصحيفة الكويتية فيما تتواصل مشاورات السلام اليمنية بالكويت بين الوفد الحكومي والوفد المشترك لجماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي أكدت مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على أن يقدم كل منهما كشوفات بأسماء المختطفين والسجناء وبحث آلية إطلاقهم على أن يتم إطلاق مجموعة منهم بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة وتتابع الصحيفة تأتي تلك الأنباء بعد يوم من إنعقاد جلسة مشاورات مباشرة على مستوى اللجان الثلاث التي تم تشكيلها للتركيز على ثلاث مسارات أمنية أمنية وسياسية وإنسانية ووصفها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالبداية الواعدة على صعيد آخر وصل إلى ميناء محافظة أرخبيل سقطرة ثمانين طاقما عسكريا كمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة لللواء الأول مشاه بحري المكلف بحماية الأرخبيل وعن عودة مطار عدن إلى العمل قالت الصحيفة أعيد فتح مطار عدن رمزيا أمس الأول مع وصول أول رحلة تجارية للخطوط الجوية اليمنية بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي تشهدها البلاد وتنقل الصحيفة في شأن متصل عن مصادر خاصة قولها عن توجه قوات وتعزيزات عسكرية كبيرة لأنصار الله من دمار إلى البيضاء بهدف فتح جبهة قتال جديدة على حدود مأرب من جهة البيضاء إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت الشرعية اليمنية تراهن على تعز مفتاح التسوية المقبلة وقالت الصحيفة لم يجد اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن منذ بدء سريانه في العاشر من إبريل طريقه إلى التنفيذ في محافظة تعز إذ تدور معارك متواصلة بين المقاومة الشعبية وقوات الشرعية من جهة وبين ميليشيا الحوثيين وقوات الموالية للرئيس صالح من جهة ثانية مصدر سياسي يمني مقرب من الوفد الحكومي في المحاودثات قد أوضح للعرب الجديد أنه إذا ما استمرت ميليشيا الحوثي وقوات تحالف الانقلاب بخرق الهدنة في تعز وقصف المدنيين ومهاجمة مواقع الجيش والمقاومة فإن وفد الحكومة اليمنية سيعلق مشاركته في حضور جلسات المحادثات حتى يتم وقف نزيف الدم في تعز من جهته يفيد مسؤول عسكري في قوات الشرعية في حديث للصحيفة أن ميليشيا الحوثي وصالح تحاول منذ بدء سريان الهدنة السيطرة على موقع معسكر اللواء 35 مدرع الموالية للشرعية الكائن في منطقة المطار القديم عند المدخل الغربي لمدينة تعز ويوضح المسؤول نفسه أن موقع اللواء يتعرض كل يوم لهجمات عسكرية من جهات عدة من قبل قوات تحالف الانقلاب المتمركزة في جبل الهان الاستراتيجي من جهة شارع الخمسين في شمال اللواء بالتزامن مع قصفه بقذائف مدفعية وصاروخية الأخطاء الأربعة في اليمن تحت هذا العنوان كتب جمال خاششكي ما قاله في صحيفة الحياة وقال فيه لنفترض أنه حصلت المعجزة وغلبت الحوثيين وعلي عبدالله صالح الحكمة اليمنية ووقع اتفاق سلم وشراكة يمني آخر وانسحب من العاصمة وسلم مقار الحكومة للحكومة وعاد الرئيس عبدرب منصور هادي وصحبه إلى صنعاء سنكون قد عدنا إلى واحدة من نقاط البدايات العدة التي كان اليمن فيها متأزما وليس سعيدا ويبحث بصعوبة عن حل يداويه من سنوات صالح المهدرة وحالة انهيار الدولة ولكن على الأقل نعود إلى تلك الحالة السيئة من دون حالة الحرب فقط ما يعني أن يعود اليمن إلى نقطة البداية محملا بسنة الحرب والقصف والثارات وإلغاء الدولة والانقلاب ليكن المهم أن نعود جميعا إلى هناك لنختر أواخر أيار مايو 2012 لحظة إعلان الرحل عبدالكريم الأرياني السياسي اليمني الشهد على كل العصور وترأس وقتها لجنة الحوار الوطني قبول الحوثين ضمن اللجنة المناطبها وضع خطة طريق تفضي باليمن إلى انتخاب رئيس وبرلمان ودستور جديد وبناء الدولة المدنية العادلة وفق مقتضايات المبادرة الخليجية كما جاء في بيان وزعته اللجنة كان ذلك أول خطأ وقع فيه اليمن ومعه دول الخليج الرعية للمبادرة فالحوثيون وقتها ولا يزالون ليسوا بحزب سياسي ولا شركاء في التورة الشعبية التي أطاحت بصالح ولا مؤمنون بأهدافها وإنما يحملون مشروعهم الخاص القائم على إلث أصولي زيدي عتيق تجاوزه اليمن بعد ثورة 1962 أو هكذا بدله ولنا سيقول قائل للسياسة أحكامها وما كان بالإمكان رفضهم ولكنهم لا يزالون يحملون المشروع نفسه فكيف يمكن أن تنجح خريطة طريق جديدة تعيد اليمن إلى بناء الدولة المدنية العادلة وهم شركاء فيها ولا يزالون يحتفظون بسلاحهم وخلاياه المندسة في الدولة والتي تمددت خلال السنتين الأخيرتين التي سيطروا فيها بالقوة وبالتحالف مع صالح على كامل الدولة اليمنية بجيشها وأمنها ومؤسساتها المدنية هنا يجب أن ننظر في الأخطاء التي أفضت إلى الحالة اليمنية التي نعيشها الآن ونعمد أن لا نكررها وهي أربعة أولها عدم القبول بما نرفض أن نسميها الربيع العربي في صغة اليمنية والتي فضلنا أن نتعامل معها كمؤامرة ومشروع فوضى بينما هي في الحقيقة تطلع الشعب وفي طليعته الشباب إلى الحكم العادل والذي سعى إليه اليمن منذ أول ثورة هناك عام 1948 رفضت فيه الاستبداد القائم على الحق الإلهي بالحكم والذي يسميه اليمنيون الحكم السلالي إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت في إحدى موضوعاتها مطالبة شعبية بمحاكمة قادة التمرد كمجرمي حرب وتقول الاتحاد طالبت أوساط المجتمعية في مدينة عدن بمحاكمة قادة المتمردين الخوثيين والمخلوع الصالح على المجازر البشعة التي تم ارتكابها خلال الحرب التي شنتها ميليشياتهم على المدينة وأوضح سعيد الشيبان الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية التواهي ما حدث مطلع مايو من العام الماضي في رصيف ميناء عدن في التواهي يعد عملا إجراميا فاشيا قامت به ميليشيا الخوثي والمخلوع الصالح بحق المدنيين الأبرياء الذين قتلوا بصورة وحشية أمام أعين العالم ويجب محاسبة مرتكبي هذه المجزرة المروعة والتي راح ضحيتها الكثيرون أثناء تواجدهم في الرصيف وعلى متن القوارب وأضاف هذه الميليشيا وقاداتهم مجرموا حرب والمجازر التي تم ارتكابها في عدن دليل صريح على إجرامهم الوحشي ويجب محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة من جانبه قال عبد الحميد ناصر مدير عام مديرية التواهي ستظل جرائم الحوثيين والمخلوع صالح عالقة في أذهان أبناء عدن بشكل عام والتواهي بشكل خاص لما ارتكبته تلك الميليشيا من جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء ومجزرة التواهي إحدى تلك الجرائم البشعة التي لن يمحوها الزمن بسهولة إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في أحدى موضوعاتها خسائر قطاع الطاقة في اليمن تجاوزت سبعة بلايين دولار وتقول الصحيفة أعلن مسؤول حكومي يمني أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب تجاوزت سبعة بلايين دولار ولفت المسؤول إلى أن استهداف المنشآت النفطية من مصاف وخزنات وصهاريج وخطوط أنابيب ومحطات وقود وغيرها بهدف تدمير اقتصاد اليمن ومنشآته الحيوية والاقتصادية وأكد وزير وكيل وزارة النفط والمعادن علي الصانع أن القطاع تعرض لأضرار بالغة خلال أكثر من سنة من الحرب وأفضل توقف تصدير النفط الخام إلى خسائر تفوق ثلاثة بلايين دولار العام الماضي إضافة إلى الخسائر الفنية في حقول إنتاج النفط ومنشآتها وفقدان العمال وظائفهم وأشار إلى أن المكامنة والحقول النفطية تضررت نتيجة توقف الانتاج لعدم القدرة على التصدير بسبب الخطأ الحضري كاشفا عن مغادرة أكثر من عشرين شركة استكشاف وإنتاج أجنبية نتيجة الحرب ما بديل حال العرب البائس تحت هذا العنوان كتب مدير مركز الحوار في واشنطن صبحي غندور مقاله في صحيفة الرأي وقال الكاتب بمقدور الأوطان العربية أن تحقق خطوات على طريق الأمل بمستقبل أفضل لو وضعت باعتبارها التمييز المطلوب في حركات المعارضة ما بين تغيير الحكومات وما بين مخاطر تفكيك الكيانات الوطنية ثم التمييز بين الطائفة أو المذهب وبين الطائفية والمذهبية فالحالة الأولى هي ظاهرة طبيعية إنسانية موجودة في أكثر من مجتمع أما الحالة الثانية فهي ظاهرة مرضية تؤدي إلى تفكك المجتمع وضعفه وانقسامه كذلك التمييز مطلوب بين الاعتزاز بالوطنية المحلية وبين الإنعزالية الإقليمية التي لا تحقق أمناً ولا تصنع وطناً قادراً على العيش في عصر العولمة والتكتلات الكبرى وكما التمييز مطلوب بين الحرص على الولاء الوطني وبين التقوقع الإقليمي فإن من المهم أيضاً التمييز بين الإنفتاح على الخارج وبين التبعية له الأمة العربية بحاجة أيضاً للتمييز بين قدرة العرب على تصحيح انقساماتهم الجغرافية وبين انقساماتهم التاريخية في الماضي الذي ما زال البعض يحملها معه جيلاً بعد جيل ولا قدرة له أصلاً على تغييرها إن الإنسان العربي المعاصر هو الآن إنسان تائه يفتقد البوصلة السليمة فهو لا يعرف إلى أين يسير مستقبله أو ما هو مصير وطنه وأرضه ومجتمعه وهذا الشعور بالتيه يسود معظم شعوب المنطقة العربية حيث الحاضر مذموم والغد مجهول لا الوطن هو الوطن المنشود ولا الغربة هي الوطن البديل ومشكلة البلاد العربية ودول العالم الإسلامي عموماً ليست في مواجهة الجهل بمعناه العلمي فقط بل أيضاً في حال الجاهلية التي عادت للعربي والمسلمين بأشكال مختلفة وعلى مدى قرون من الزمن حيث توقف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيود فكرية وتقاليد وعادات ومفاهيم هي من رواسب عصر الجاهلية وهي مسؤولة بشكل كبير عن حال العرب اليوم مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر